وينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي حنة صالح سيد صالح بعد التحية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان هل وصلت إلى هذه الدرجة التي تدفع البعض إلى الانتحار؟ مساء الخير بدون شك نحن أمام وضع بالغ الخطورة هناك أعداد كبيرة فقدت عملها نحو نصف مليون لبناني فقدوا عملهم هناك أكثر من مليون لبناني صدرت حساباتهم في البنوك هناك مجاعة التعبير عنها أن العشرات يقتاتون من النفايات يوميا هناك ظاهرة المسنين في الشوارع يطلبون صدقة نحن أمام وضع خطير وهناك غياب كامل لأي دور جدي من جانب السلطات القائمة ما من حكومة في لبنان هذه حكومة تواجهة يحركها من ركبها مشغليها لهم أولويات أولويات ارتهان البلد للخارج جعله محطة لدعم النظام السوري جعله محطة في أوراق الأجندة الإيرانية وآخر الهموم هي ألهم الداخلي ألهم اللبناني نعم سيد صالح ما الذي كان ينبغي أن تفعله الحكومة اللبنانية الحالية ولم تفعله حتى ساءت الأوضاع ووصلت إلى هذه الدرجة التي يقبل فيها البعض على الانتحار بدون شك خلال الأشهر الماضية بلغ الإنفاق من قبل الدولة اللبنانية نفس الأرقام التي كانت في العام 2019 رغم أننا في أزمة مخيفة استمرت الصفقات على ما كانت عليه لم يلتفت أي مسؤول إلى مسألة الاستقرار الاجتماعي يحاولون عبر القمع وعبر توجيه القوى الأمنية بواجه المحتجين السلميين لمنع التحركات في الشارع لم تتخذ أي خطوة تفتح مجال عمل بسيط للناس المتاجر أقفلت أبوابها عشرات المتاجر التي ما زالت تفتح أبوابها تفتقر للسلع الأساسية نحن أمام مجاعة لأن هناك كواسر يحكمون لبنان يذكرون بالجراد الذي ضرب لبنان قبل مئة عام وأدى إلى مقتل نحو 50% من اللبنانيين ليست أول حادثة انتحار في شهر 12 حدثت نعم هناك تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية تقول فيه أن اللبنانيين سيموتون من الجوع خلال الفترة المقبلة هل هناك من مؤشرات على الأرض تؤكد هذه الفرضية أو هذا الاستنتاج؟ من مشهد البردات الفارغة إلى مشهد حقيقي تخذته الدولة عندما قررت وقف وجبة واحدة في الأسبوع فيها قليل من اللحم للجيش اللبناني نعم نحن أمام حالة مخيفة هناك تحت حد الفقر الآن أكثر من 50% من اللبنانيين بات الحد الأدنى للأجور بحدود 70 دولار فقط ماذا يفعل المواطن اللبناني والبطالة طالت 50% من اللبنانيين ثم باب الهجرة وهو عنصر أساسي يعتمده الشباب في لبنان هو مقفل نتيجة تراجع اقتصادي يعم العالم كله قبل الجائحة وفاقمته الجائحة نحن أمام معضلة كبيرة وأكثر ما ستطال من هم بأعمار 30 و50 الذين فقدوا العمل ولديهم عائلات لا يمكن أن يؤمنوا الحد الأدنى كي تعيش حمنا صالح الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة بيروت شكرا جزيلا لك